تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ألا يرفع أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبوه بأدب وتعظيم وتكريم وإجلال وليم لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كأحدهم بل يميزوه في خطابهم إنها المحبة الإيمانية من المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام قال أنس رضي الله عنه لما نزأت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال أنا من أهل النار واحتفس عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عنه فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت أشتكى مريض قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني افتقدك سأل عنك فقال ثابت أنزلت هذه الآية وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا يعني هو صوته الطبيعي بشكل طبيعي مرتفع وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار لأنها تقول أن تحبط أعمالكم فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة رواه البخاري ومسلم لا يقصد هذه طبيعة صوته لم يرد أبداً الإساءة ولا الإخلال بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يا إخواني يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام يتبع سنته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ما هو نعرف السنن ونتهاوم فيها ونعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفعاً نقول هذا خاص أو هذا له وهو ليس خاصاً به كيف نقدم محبته على محبة جميع الخلق كيف نقدم محبته على محبوباتنا كيف يكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا وأقاربنا وأموالنا وأصدقائنا ومتلكاتنا وشهواتنا ورغباتنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما رواء البخاري ومسلم من حقه صلى الله عليه وسلم علينا طاعته اتباع سنته اختفاء أثره إجابة أمره الكف عما نهى عنه تصديقه فيما أخمر به العمل بالشريعة التي أتى بها الرضا بحكمه التسليم لأمره محبته قلبيا تعظيمه توقيره نشر سيرته نصرة سنته الذب عن عرضه الدفاع عن شريعته تفنيد الشبهات حول دينه بذل الجهد لنشر دينه أكتب مقالا كلمة ألقي خطبة أكتب مطوية أنشر قصاصة وانظم شعرا وصمم إعلانا وأنتج مقطعا لأجل ذلك ما هي المواضع التي يصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم فيها إن هذا من حقه علينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد عند الخروج من المسجد في الصلاة في التشهد في آخر القنوط في التكبير الثاني من صلاة الجنازة في الخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء بعد إجابة المؤذن الصلاة عليه في الدعاء الصلاة عليه فوق الصفى والمروى الصلاة عليه في المجالس قبل التفرق الصلاة عليه كلما ذكر وكلما كتب اسمه الصلاة عليه إذا وقفنا عند قبره الصلاة عليه إذا قام الواحد من نوم الليل الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة الصلاة عليه عند الهم والشدائد نقول اللهم صلي على محمد ما نقول يا محمد أدركني لا اللهم صلي على محمد لأنه قال لكعب لما قال له إذا أجعل دعائي كله أجعل كل صلاة عليك قال إذا تكفى همك ويقضى دينك يغفر لك ذنبك الصلاة عليه في كل موطن نجتمع فيه للذكر هذا من حق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أراد الزيادة فليرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر